أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه يتم حالياً الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في المواني المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية عقب الإشراف عن الإفراج عن عدد من البضائع أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطوات الحكومة الأخيرة والبنك المركزي كانت ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي خطوات اللي قامت بيها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية ما بين الحكومة والبنك المركزي دي خطوات كانت مهمة جداً 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 للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وحضراتكم جميعاً كلنا كنا متابعين وعارفين كويس قوي الأزمة الخانقة الاقتصادية اللي كانت بتمر بيها مصر على مدار أكتر من سنة ونص بسبب الظروف العالمية الكبيرة اللي حصلت وأيضاً العديد من المشاكل والتحديات اللي كانت بتواجهها الدولة لكن أعتقد النهاردة بالخطوات اللي قامت بيها الدولة والأهم كان نقطة فيها وكنا كلنا مقتنعين بيها هو توحيد سعر الصرف وكانت دي نقطة شديدة الأهمية الدولة المصرية كانت بتشتغل عليها وهنا لما بتكلم على الدولة بتكلم على الحكومة والبنك المركزي على مدار الأسابيع والشهور الماضية ترجمة نانسي قنقر